بودكاست سكاي نيوز عربية فترة طيب باسورد كيبر لا هذا ايضا يمكن ان يخترق طيب اعملي في حاجات بتبقى ايه فزت بعشتها لايبدو عن ليش ليش انا كنت هالشخص المحظوظ ما انا بعرف حظي هذا العصر اللي احنا عايشينه هو عصر 30 فبراير جاءته مكالمة في لحظة ما هو فقط ادلة بمعلومة واحدة فجأة شغل تيك كاست تيك كاست مع عمر نور الدين تنفيذ واخراج زاهر رشماوي في تيك كاست 119 قلنا الهندسة الاجتماعية اليوم والنصب والاحتيال استخدام الديب فيك علاقة يجب ان نفهم كيف ستكون يعني انا اليوم اما بدي اسرقك اولا ما بدي جرب اسرقك بخلق مشكلة بس من السهل انك انت تكتشفها اذا كانت على نطاق فردي بكاستماعي في كل حاجة تقدر تقول انه هو بيسهل كل حاجة وبيخليها منتشر اكتر وبيخليها في ايد اي حد انه هم مش قلقانين من فكرة وجود التجسس قد ما هم خايفين من فكرة ان هو يخرج عن سيطرته نورنا واضعنا على مشاهد الاحتيال والاختراق وكيف لها ان تتفاقم مع الذكاء الاصطناعي ثم توقفنا عند سؤال استاذ محمد دنكر حضرتك الصحفي المختص في شؤون التكنولوجي انا واحد لا اقلق تماما ونهائيا من اختراق لا اعرف لماذا هذا تبلد مشاعر واحساس مثلا ولا انه لا اعرف وحتى مع ادراكي ومع تجربتي انه والله في فيك كولز انا شخصيا جربت انه ثلاث اشهر الماضية مكالمتان لتعريف بنكي انه اكمل بيانات البنك وشخص منهم لم يكن يعني واعي او معتاد على المعاملات البنكية وشخص بسيط تماما الاخر هو العبقري البانكر هو الرجل اعمال هو رجل اعمال هو انتريبنور رائد اعمال وهو في الاموال وفي كل ما هو علاقة بالماليات هو عبقري جاءته مكالمة في لحظة ما عرف بياناتك ومن رقم غريب واسئلة غير منطقية هو فقط ادل بمعلومة واحدة تاريخ ميلادة فجأة وجدك كل واكد اخر اربع ارقام من الكرت كانت لدى المخترق سائر ارقام الكرت ما عدا اخر اربع ارقام او العكس شيء من هذا القبيل وبالتالي في لحظة ما هو نسي كل ما يعرفه وكل خبراته التي تزيد عن خمسة عشر عاما وادلة بتاريخ ميلادة وجزء من ارقام الكرت لانه في منطقه انه هذا اكيد هو البنك لانه لديه بعض ارقام او معظم ارقام الكرت هو فقط يريد التأكيد ليجد فجأة على الهاتف رقم فلكي باي عملة هو مصري بالمصري بالعملة الاجنبية فرغم ذلك انا لست مرتابا ولا ولا اي شيء لكن لمن يسمعنا الان ولكي لا نقع في هذه النقطة انه هو تبلد مية في المية باحساس وما فيش اي قلة او خوف تام وهواجس طبقا لتجاربكم ومشاداتكما وابدأ معك مستاذ محمد لانه انت قلتلي ان عندك تجربة ماذا علي ان افعل كيف لي ان اتعامل مع هذا الفضاء الذي لا ارى ان اكون واعيا لكن غير مرتاب غير متشكك في كل شيء وغير قلق على الباسورد واي ناس احفظه واغيره كل فترة طيب باسورد كيبر لا هذا ايضا يمكن ان يخترق طيب اعملي اوكي اول شيء قبل ما اجيبك انا عندي سؤال كيف انت ابدا لست مرتاب من فكرة انه ممكن ما عم بحكي على البنك بس انت ما انك ما بتخاف انه يتم سرقة ايميلك الذي ترسل فيه ايميالات الى العمل ويتم ارسال ايميالات باسمك لشخص اخر يعني انا هيدا الشيء بيرعبني خاف انه اهلو سهلا بي ماي جاست حيامل ايه عسائي حيامل ايه رحلك ليش رحلك ليش انا من انا لا اترك في العمل لا اترك الداسك او الكمبيوتر مفتوح في العمل والكاميرات موجوده لا ادركه مفتوح خصوصية خصوصية انا انا الخصوصية بالنسبة لي اهم من اي شيء وبالتالي بس السريقة احيان من هيك عمر السريقة انا شخص كتير مهووس بموضوع عندي باسوردات مختلفة لكل ايميل وكل باسورد هالقاد وما خصة بشيء تاني وفيها مليون الف رقم ومهم مش اعياد ميلاد يعني مثل ما ثلاثة رباية عالم تعمل او كنت قولك زي بفضح نفسي بفضح نفسك ارجوك كنت عم نظف الاسبام ايميل بالجيميل ما بعرف يمكن لانه ما كنت منتبه على الاخرين خطأ خطأ عم فضي ففكرت حالي صرت بالإيمبوكس مش بالسبام فوصلني شي من فدكس كنت طالب شي انا اصلا ناطر انا شي من فدكس بس عملتك كبست على لينك قلب بفيسبوك وحطيت البصمة طبقية اصبعي على الماك خصوة ذات ست راح انسرق الفيسبوك طبعي وتويتر وإنستغرام والأمازون أكاونت يعني يعني كان شي كتير هم مرتبطين ببعض بنفس الإيميل أو شي اي هني كل هيتم عندهم نفس الإيميل ومن وراء هيدا الشي لأنه من قلب الإيميل سرق الإيميل سو هني بعتوا على مدى يومين بعدين اكتشفت هذا الشي بعد ما رجعتهم انه بعتوا إيميل انه أنا انسرقت البعث والتبعيتي ردوا لي باسمي طبعا فوصلوا حتى للأمازون انا كنت راحة الـ سرقت يمكن كان بعت إيميل يمكن كان فات على الفيسبوك طبعا أنا بعت ميسج من زمين بدي حضايا إراء يعني هي مش بس على قصة مثل ما انت قصة الخصوصية المرعبة أكتر من انه يسرق منك فلوس لأنه اليوم كلهاتنا القادة كارد موصولة على الهاتف فنحنا بغري نقدر نسكرها بلحظة بس الخصوصية تبعيتك إذا انفضحت ميسج انت بعته أو شي هذا الشي يؤريقوني مثل ما فهمت انه الجيميل أو الهوتميل أو whatever بيعمل لابلينج لإيميل إنه هو سبام ما عدته هو سبام 99% من الوقت إلا إذا أنت دائل لك شخص أعير لك أنه بدي يبعث لك شي ما نصدق حيا الله شي بيوصلنا ما حدا مهتم فينا ولا بدي يربحنا ما عنا هالحظ بالحياة بيوصلنا ميسج فزت بعشت اللي بدون ليش ليش أنا كنت هالشخص المحظوظ ما أنا بعرف حظي 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 شوية واقعية شوية واقعية ليش أنا بدي يكون الشخص هي أكثر من واقعية يعني في عرصة ملايين أكثر يعني بس يعني تحفظ تحفظ هيدا شغلة شغلة تانية ولا تطبيق بيطلب منك ترجع تحط كلمة السر هيك أو تفساد من دون من دون سبب فمش حتى أيام يعني هلأ فيه هواتف بتكون عرضة لسارك أكثر من غير اللي حكين عنا بحلقات سابقة بس اليوم إذا أنا وصلني أنه حط الباسود لبيتك مش دغلي بحطها أنا شو بعمل بعمل ريستارت للكمبيوتر أيام إذا وصلتني على على الحاسوب أو على الهاتف إذا رجعت وصلتني مرة تانية بط على الجيميل بتأكد هل تويتر بيعطين لي بس حتى وهيدا مش كتير مش كتير يعني جيد لأنه أنت أكيد يعني أحمد بيعرف أنه بيقدروا ياخدوا الإيميل بيقدروا ياخدوا الإسم تبع تويتر سوى ممكن يوصلك إيميل من تويتر تفكروا أنه أنت كتير ومع لوجو العصفور أو لوجو أكس هلأ كيف صارت وبيكون كمانا مزيف فبدنا نتأكد هل أنا عن جد مثلاً عملت ساين إن من مكان آخر من بلد آخر اللي حتى تويتر عم يبعط لي حط الباسود ولا أنا بنفس المحل ليش عم يبعط لي يعني بدنا نعمل شوية تحليل لنتأكد بهذا الموضوع هذا الموضوع بينطلق من الهاتف والحاسوب مروراً بالكيو آر كود بالمطاعم ويجر إلى الكريت كارد وإلى ما هنالك وهذا سنأتي له تفصيلاً لكن أولاً أستاذ أحمد الشيخ حضرتك الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي ماذا أفعل لكي لا يحتال علي بشكل أنه شيء طويل الأجل كيف لي أن أفهم أن هذه الطريقة يمكن ليس شرطاً أن يسرق مني مبلغاً مالياً أنه فقط في حد جوه حد بقى ليه يأخذ بيانات يأخذ أي شيء أنه هندسك تماعي نعمل فيه أي فكرة أنه طويل الأجل يعني مع انتشار الانترنت دايماً بقول للناس خلي بالك دايماً دايماً بفكر نفسك بتاريخ معين هو تاريخ 30 فبراير فدايماً لما بنقول للناس 30 فبراير فهو يتخيل دايماً بيجي أن حاجة حصلت في فبراير في الصورة اليمنية الرحيل مبارك في الصورة الليبية أنه في حاجة حصلت في 30 فبراير ولكن هو لو فكر مرتين هياخد باله أنه ما فيش يوم 30 فبراير أنا أقولها ما لا فكر ما عرفت شوف فهي قصة فهذا العصر اللي احنا عايشينه هو عصر 30 فبراير هو عصر فعلاً عصر 30 فبراير اللي هو إيه اللي هو أنت لما تسمع ممكن تسمع جملة أو تقراها على سوشال ميديا أو تسمعها في التلفزيون أو حد يقول لك جملة فأنت للوهلة الأولى تتوقع عن ده أو تتخيل أن ده كلام حقيقي ولكن لو ديت نفسك بس ثانيتين اتنين علشان تفكر مرة تانية هتكتشف أن ده كلام مش منطقة فإحنا محاصرين بكمية كبيرة جداً من المعلومات اللي هي معظمها يعني فيه كتير منها مغلوط وفيه كتير منها مبالغات فيه كتير منها مش دقيق وفيه كتير منها بوجه ده طبيعة العصر ده طبيعة اللي بيقولوا عليه ده العصر اللي احنا عايشينه هو بيتميز بكتة وبالتالي لو انت عايز خطة طويلة المدى مش لازم بقى نتكلم كتير عن التفاصيل الفنية نتكلم بس عن فكرة 30 فبراير أي حاجة تسمعها أي حاجة تشوفها ادي نفسك ثانيتين اتنين بس تفكر فيها مش لازم تضيع وقت كبير مش لازم تشك في كل حاجة مش لازم تتردد كتير مش لازم تخاف من كل الناس لا بس ادي نفسك ثانيتين اتنين علشان تتأكد هل هذا الكلام منطقي ولا مش منطقي ده ضريبة العصر اللي احنا عايشين فيه ويعني لعل المثال اللي هو حادثة التي حصلت لأحد الموظفين مسؤول عن حسابات فجاءته بكالمة فيديو يطلب فيها مديره منه بالفيديو طلع في الاخر انه حوالي 25 مليون دولار ومش مصدق طيب فتح لا ده البورد كلها المجلس الادارة كله موجود ومجتمع كونفرنس كما يحدث دائما عبر الفيديو ليكتشف في الاخر انه مع محاولاته وتشكيكه وكل شيء في الاخر برضو رضخ لهذا الامر وخلاص انا مضطر اعمل كده معقولة يعني هيبقى نصب هيحصل انه تقليد لوجوه جميع المجلس الادارة لا خلاص وراح اعمل 25 مليون دولار وتباين في الاخر انه كان تزييف عميق فبالتالي ان اثق قليلا في المنطق لدي عموما وطبعا ده بقى ده دي كاكة حالة فائقة انه 25 مليون دولار فيستاهل بقى تجهيز من المحتال لكن في الحالات الاقل في المبالغ الاقل على مستويه الشخصي انه والله ان اثق قليلا في تقييمي وان اثق في شكي خلينا نقول كده هذه هي خطة العمل الوحيدة ضد الاستهدافات اللي هي فيها تروي وترتيب ونصب على مزاج عالي بالضبط يعني زي ما قال محمد اللي في حاجات بتبقى ايه too good to be true يعني ده سيناريوهات مثالية يعني انا ماشي ماشي في دولة دولة شقيقة يعني كنت هدهك في رحلة عمل ماشي في الشارع فوقفون اتنين انت كسبت معانا فولدوب ولا كسبت معاكم ولا انا عارف اللي فيها يعني فالكلام ده منتشر كتير اوي زي يعني كنت بناخد تدريب اللي هو التغطيات اه تغطيات في مناطق الحرب فواحدة من المبادئ المهمة اوي اللي قال لنا المدرب ان ما فيش حاجة كويسة بتجيلك ببلاش اي حاجة كويسة انت لازم تتعب علشانها يعني انا لسه من يومين جالت انت كسبت معانا احنا شركة كزا شركة الموبايل اللي انا فعلا واخدت منها واحنا هنديلك دسكاونت خمسين في المية وقلت لهم اوكي حلو تمام ايه المطلوب قالوا لي تاريخ ميلادك ايه فقفلت السكة لاني ما فيش وقت بصراحة يعني انا لو كنت فاضي انا لو كنت فاضي شوية ممكن اكمل معهم انا ما كنتش فاضي بصراحة بس هما دخلوا مبدئيا في تاريخ ميلادك دي دخلها غلط فلا النصابين كتير جدا وانتشرين كتير جدا فلازم لازم يعني ندي نفسنا بس ثانيتين نشوف الكلام ده منطيخ ولا مش منطيخ وضيق الخلق والصدر الضيق وسرعة الحياة احيانا احيانا بينقذونها بينقذونها يعني يا جماعة مش فاضين لكم يلا بعدين اوه بعدين لو عندك دسكاونت يلا حطه بسرعة ما توجعش قلبي يلا بسرعة حاضين هنروح بقى انه ما قلنا عليه انه هندسة اجتماعية او اختراق طويل الامد هو في النهاية برضو يعتمد على اشياء مباشرة انه اما انا اكون اعرفك شخصيا اعرف هذه الضحية شخصيا اعرف وظيفته اعرف اهمية ما يمكن ان احصر عليه من معلومات من خلاله عن طريق الاشخاص الذين يتعاملون معه او انه انا مش محتاجه خالص فيزيائيا انا كل اللي علي انه فقط اخترت شيء الكتروني سيفتح لي بوابة معلوماته كاملة انه هاتف فادخل من خلاله على الايميل على محفظة مالية على ما الى ذلك وبالتالي لنبدأ من اختراقات التي تأتيني ما احدث صيحات هذه الاختراقات ما اهمها اليوم من يسمع الان كابسولات سريعة انه الاختراقات اللي تأتيني قبل ان اذهب الاختراقات التي اذهب لها الى تكملة النقاش في حلقة قادمة اما تيك كاست 120 هذه وصلت نهايتها فالقدم له دائما ان يكون من اقتراحكم او مشاركتكم شخصيا في تيك كاست و تجربتك عبر واتساب 00 971 56 1 8 8 6 2 2 3 او ايميل podcast skynewsarabia.com تيك كاست او ايميل podcast skynewsarabia podcast skynewsarabia او ايميل